مع تفاقم أزمة تصدير اللقاحات وتأخر عمليات التطعيم يواجه العالم حربا جديدة وهي حرب اللقاحات فبسبب تأخر حملات التطعيم في أوروبا تضرب القار العجوز موجة ثالثة من وباء كورونا أجبر دولا أوروبية على إعادة الإغلاق وهو ما فجر أزمة بين المفاوضية الأوروبية وشركة أسترازينيكا المتهمة بتأخير تسليم الجرعات المتفقية عليه شكرا بصحابة تتعابال بعض المتحولات التطعيم في المصدر الزمزة الأوروبية ومقول لي أن يأخذ الأفضل مصدر تصغير جدد الزمزة وأسأل الزمزة في الدولة التطعية أو تقوم بأخير عالصة لحزمة الباغية في تعالي قبل التطعية يدعون في مددين سنحن، سنعرف لي أن تتعابل في تضينا السيارة الأفضل الزمزة الأفضل، موضوع کی وجدًا المفوضية الأوروبية أقرت آلية إشراف على تصدير لقاحات خارج الاتحاد الأوروبي وهو ما أثار حفيظة لندن الوجهة الرئيسية للجرعات المصدرة كما وجدت شركة أسترازينيكا نفسها في وجه حملة إعلامية شارسة بعدم فعالية اللقاح والأثار الجانبية سرعانا ما أخمدتها توصيات الوكالة الأوروبية للأدوية باستخدام اللقاح المضاد لكورونا دون قيود مشيرة إلى أن فوائده تتجاوز مخاطره بكثير وليس لم يكن تتجاوز مخاطره بكل أدوية وبالرغم من تدهور الحالة الوبائية في أوروبا إلا أن المفوضية الأوروبية استبعدت حاليا التوجه للبدء باستخدام لقاح سبوتنكا الروسي رغم مطالبات بعض الدول بضرورة تسريع ترخيص اللقاح والبدء في تصنيعه في أوروبا كورونا يفرض واقعا شديدا على السياسة الدولية تحكمها القوة الاقتصادية والعلمية على حساب حياة ملايين البشر حول العالم دون اعتبار لحقيقة واحدة مفادها أن طول الأزمة وتأثيرها على الاقتصاد العالمي لن يختار دولة دون أخرى نور الهودة محمد تلفزيون سلطنة عمان بركسل ترجمة نانسي قنقر